من ناحية الحبوب هالأمر هذه هو الإنتاج ثم أطلاح دوراني في سنتين دروك سنتين نادي بإنتاج الزيت زوية المائدة إنتاج سكر ورفع منتوجية مرضودية الحبوب إلى 40 قنطار في الكتار إلى خيرث هذه قبل هذه الأزمة لو كانت طبقت نحن لا نتعطلوش بالأزمة هذه ولكن اليوم لنزيد نحت ونحرص على تطبيق هذه التعليمات لأنها هي المنفذ الوحيد اللي يخلينا ما نتعطلوش بالشركين في الخارج